كويس خليدة وتاني خليس سيرنا مع المنك ها فيها ملفز غفة ها النسافية ها النسافية ها قربو معروف نجامة من الأشعالية من الأشعالية من الأشعالية من الأشعالية قرأتموها إن شاء الله مع الشعب يقال إن شاء الله يقال إن شاء الله لما كيف أحمد نعم الناس مخبرين عليها لأن في الحقيقة عقيدة أهل السنة والجماعة هي تتلخص بهذه العقيدة أهم المسائل في هذه العقيدة هي إثبات ما أثبته الحق تبارك وتعالى لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه وإعتقاد ما يجوز في حق الله تبارك وتعالى ما يستحيل في حق الله يعني الواجب والمستحيل الجايز هذه الأشياء المذكورة هنا أهم ذلك بإثبات الصفات التي تتفرع منها ما هي الصفات هي الصفات العديدية معروفة وأعضدادها وأعضد مثلها التي هي نجول والقلم والبقام مخالفة مهدانية ومخالفة تدرك القرارة في علم الحياة والسمى والقصر وفعال التقليد في قومه القادم ومريد وعالم وحين سمين ومصير ومتكلم هذه هي العقيدة وبعدين المسائل التلافية الإمام بأنه استوى على العرش مع الإقرار بعجزنا عن معرفة كيفية الاستقرار لأن كيفية الاستقرار أو كيفية الاستواة هي معرفة تفسير الاستواة وأنا السنة والجماعة يقولون ما في تفسير ما في حاجة ما في كيف ربنا استوى على العرض دون كيف أي دون تفسير نؤمن لذلك ولا نفسره كما أن الصفات الواجدة في حق الله تبارك وتعالى تم قسموا أوضح لنا القرآن إلى قسمين قسم ما يسمى بالمحكمة وهو القسم الواضح المعنى والقسم الثاني هو المتشابه وهو ما شابه نوع من مشابهة ما لا يجوز في حق الله أو مشابهة صفات المحبوقات مما يمنع من القطع بالدلالة فيه الدليل في الشرع ينظر إليه من ناحيته ناحية قطعية الورود لأن يكون في القرآن أو في السنة متواتراً هذا قطعية الورود وكذلك دلالته على المعنى يجب أن ينظر إليه من ناحية هل هي محكمة أو متشابهة إن كان المحكمة هي واضحة معناه واضحة هذه الواضحة لإتقاد هواجب وأما المتشابه هو ما يمنع من قطع بالدلالته مثل الرحمن عن الأرش استوى ومثل تجريب أعنوننا وفو الصناع على عيني وسمع فنينا بأيدي إلى أخر ذلك هذه الأشياء بالدل إما على القدر أو على القوة أو على السلطان أو على المنف هذه الآيات ما ممكن حملها على ظاهران يعني دل على شيء مرهم لا يستطيع الإنسان أن ينصد إليه بعقله بعض الناس حملوها على الظاهر فأطلق الناس عليهم لأنهم حشوية هؤل بأخ توقفوا في حملها على الظاهر فقال فيهم الحشوية أنهم مشبهة أنهم عطلة يعني عطل الله تبارك وتعالى من صفاته وفي الحقيقة التشبيه والتعطيب كلاهما مذهبان باطلات تشبيه وتشبيه الله تبارك وتعالى بحلقه وهو ليس كمثل الشيء ولذلك اعتقاد مشابهة الحق لمخلوقات بأي وجه من الوجه محتمل باطل شيء ثاني تعطيل الحق من صفاته مثل ما قالوا المعتزن عندنا الاعتقاد بأن لله الصفات قديمة يؤدي إلى اعتقاد تعدد القدماء هذا كلام غير مدروس كأنه غير مسؤول لأن الله أثبت لنفسه الوجود وإله بم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأثبت فيها الصفات الرحمن الرحيم اللي قال الواحد الأحد الله الصمد نبيا إلى آخرها لكل صفات ثم أثبت عدم المشابهة أي أنه موصوف لصفات لا تجد صفات غيرها ولا صفات غير تشبهه ولذلك قال فيها ليس كمثله شيء وأثبت لنفسه الصفات وهو قلت وهو السميع البصير فهو موصوف بصفات لا تشبه صفات غيره ولا صفات غيره تشبهه وهو كذلك سميع بصير قادم مريد عالم حيق يقنون إلى آخر ذلك من الصفات الوالدة لأن كل اسم من أسماء الله الحسنى يشتع له منه صفات الإيمان بها واجب والخول فيها إلحان لذلك يقول ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها هؤذا للذين يلحدون إيه في أسماء فلا يجوز لأحد أن يلحد في أسماء الله أو يمين بها عن حكام أحد السنة لا يُعبغلون يثبتون لله ما أثبت لنفسه والذي يمنعون منه أنفسهم هو الخوف في فهم هذه الصفات بالتأويل البعيد أو بالتفسير الظاهر قل لك مثلا ما دام قال لما خلقت بيدي إبع عنده يدين طب ما قال والسماء بنيناها بأيدي لا أيدي كثيرة طب انت تقول ربنا عنده أيدي كثيرة ولا تقول عنده يدين ولا أيدي كثيرة بلا حدود حاجة غير معقولة إذا اليد والأيدي الوالدة إما تكون النعمة وما تكون القدرة وإما تكون أشياء أخرى يغسلها الله تبارك وتعالى يجب علينا الإيمان بها وليس بواجب علينا تفسيرها لا يجب علينا أن نفسرها بذلك لما سئل مالك رضي الله عنه عن الاستواء ذكر أنه معلوم وأن الإيمان به واجب وأن السؤال أنه بلعا يعني أن الإيمان به واجب الكيف اللي هو التفسير مجهول والاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بلعا والإيمان به واجب نؤمن بأن الله استوعى بالعطف لكن لا نستطيع أن نفسر هذا الاستواء بمعنى هو الجلوس أو الاستقرار أو الاستواء بمعنى هو السلطة أو بسط السلطة وبسط السلطان على جميع المخلوقات والعرش هل هو يدل على سلين الملك؟ أو أن العرش يدل على كائن مرفوض جميع المخلوقات؟ أو أنه يدل على أن الله تبارك وتعالى بسط ملكه على جميع المخلوقات قادراً وإرادةً بحيث لا يخرج شيء من هذه المخلوقات عن حكمه وإرادته وعلمه إذن قلمة العرش للغاية العربية أنا لا أعلم العرش بمعنى العلية العالية العرش بمعنى سرين الملك هكذا عرفك مثلاً بالنسبة للبنقيس أهلا سرين الملك ولكن هل العرش المذكور في حق الله هو سرين الملك يجيس عليه الله؟ أهلا سبحان الله أهلا السنة قال قبل ما يخلق لأننا وإنت كلنا متفقين على أن العرش مخلوق قبل ما يخلق العرش كان الله ولا شيء معه إبقى أهلا ما كان عليه كان ما تقدرش تقول أنه قبل القرب كان مستمد على حاجة معتمد على حاجة ثم إن الجلوس بعد عدمه لأن الحاجة إليه وهذه الحاجة ما منفيع أن يحق لأن الله غنيون بذاته لا يهتاك إلى أن يسلل نفسه ويمند ظهره وإحنا مثلاً تحبنا هذا واحد مدد بأ ومشكلة لكن الله لا فهذه هي الصفات اللي نحنا والجماعة من الحنابلة للمكشوف أخوان الحنابلة له أعتقال واضح في أن الله تبارك وتعال أستوى على العرش أي استقر وجلس على العرش وأن العرش جرم كبير فوق السماوات كلها وفوق المحلوبات كلها والله جالز له ثم وصف الله مثلاً بالنزول في السلس الأخير خير أهل السلس يقولون النزول في السلس الأخير عبارة يعني شئر إما أن يأمر ملكاً فينزل في السلس الأخير إلى السماء الدنيا فينالي بلداء الحق تبارك وتعالى ألا من داع فأستجيب الله أو إذا استغفر فأغفر الله من داع فأستجيب الأخير وإما أن يكون التنزل هنا عبارة عن تنزل رحمة الحق أي أن الله تبارك وتعالى يقبل الدعاء من عبادي بشروط الإخلاص والوقت المناسب ولكلمات المناسبة لكن في هذا الوقت كل من توجه إلى الحق تبارك وتعالى بدعاء أو استغفار أو توبة الله تبارك وتعالى يقبله ويقضي حاجته بلا قيد ولا شر هذا نوع من التنزل أي الله تبارك وتعالى يتنزل إلى رتبة القبول الدنيا وهي الرتبة التي لا يشترط فيها على العبد أي شرط من شرط القبول أهلا السنة يؤولون هذا هكذا أو يؤمنون به أنه من المتشابهات التي يؤمن لها ولا تكيف الله تبارك الذي نزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب ومتشابهة فالآيات أم الكتاب هي الآيات الواضحة الدلالة القطعية واضحة الدلالة واضحة القطعية في المعنى معناها واضحة ودلالتها واضحة ووروتها واضحة فهي قطعية الوروت قطعية الدلالة هذه المحكمات أما الآيات المتشابهة فهي قطعية الوروت لكنها مش قطعية الدلالة مثلا الله قال أنه أحد كلما أعلم أدلت أنه هو واحد الآية السورة قطعية الوروت ودلالتها وحدانية الحق أيضا فطعية إذن الله تبارك وتعالى واحد أليس كذلك؟ كذلك عندما يقول الله الصمد برضو الصمدية هي من ناحية قطية لأنها تدل على الاستغناء عن حاجة الجسد أو السلامة من الجسد المركب القابل المثل المحتاج للجزاء فالله تباره وتعالى صمد من هذه الناحية والناحية التالية كمان صمد أي مقفوط من كبل عباده جميعا فيما يقول إن أودهم وفيما يحفظ لهم كيانه ووجوده إلى أحيان فهذه في المعنين يعني الآية قطية تدل على كمان الحق تبارك وتعالى كذلك فأنت لم يدد هي كلمة والدة في سورة قطعية المرور والمعنى واضح أنه ما خلف ما عنده شوالد بخلاف ما يقول ناس من المسيحيين أنه خلف المسيح ولم يولد أنه ليس لو أم ولا أخ لم يكن له قفوة الأحد أنه ما لش شديد اللي بيقوله عنده زوجة والزوجة دائما مكافئة لزوجة ولي بيقوله عنده شريك ودائما الشريك مكافئ شريك أو يقوله عنده نظير فالنظير مكافئ لنظير فالله تبارك وتعالى منزه عن الشريك وعن النظير وعن الشريك فليس كمثل شيء وهو السميع البصير هذه أعقيدة آه السنة بالنسبة لهذا فالصفات الواردة فيها مشابهة نؤمن بها ولا نفسر ألف لا مين ألف لا مين صاد ألف لا مرا إلى كاف هيعين صاد حق مين معيسين قاف قاف مون صاد إلى أحر ياسين طاها طاصين طاصين مين إلى أخرى هذه قطية أنها قطعا وردت عن إله هكذا لكن معناها متشامل لا تستطيع تقول ربنا دصد بها كذا حتى على رأي ابن عباس أن مسأل الألف بداية اسم الله ولا بداية اسم لطيف ولا الميم بداية اسم مالك لا برضو دي مدى مشهر المقصود لأن الله أورد هذه الحروف المقطعة بهذه الأماكن للدلالة على معنى نحن لا نستطيع أن نصير إليه لأحبوبنا حتى لقونا الزمق جريم أن الله كأنه يشير إلى الناس يا عرب أنتم الفصحاء وأن الفصاحة من شأنكم هذا القرآن أنزل من هذه القروف ومع ذلك أنتم لا تستطيعون أن تأكون بمثلني ولو كان بعضكم لبعض الغذرة إلى أخرى فلذلك تصحيح العقيدة أمر واجب وبدايكم بقديدة الدردين أو العقائد النسفية أو العقيدة التحوية كل هذه الأشياء العقيدة التحوية طبعا معروفة أنها هي عقيدة سنية وهي عقيدة أهل السنة والجماعة وهي عقيدة التانية لأن الإنسان الذي قصر نفسه على الله دائما تفكير أو أمر كل في الله يختلف عن الإنسان الذي يشغل في الحياة بأمور أخرى قد يكشف له عن أمور لا يستطيع أن يدركها غير ولذلك أنا أغارب هذه الهمة التي قمت بها هو بداية مثل هذه الدروس لا شك أنها بفيد هذا الموضوع ولا شك أن تحويل الزوايا إلى مدارس سنة قديمة الأولياء والعارفون دائما زماياهم هي مدارس ومعاهن تخرج فقهاء وتخرج محدثين وتخرج أولياء سادة صوفية محدثين كما أن مدارس النبي عليه الصلاة والسلام هي عبارة عن مجالس وأخرج أهمة خلفاء راشدين وأقطال حم الإسلام ونقلوه إلينا بأمانة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم فلزاله هذه السنة ما زال الصوفية سنون عليها ودعا كما يقوله غيرهم يعني الناس اليوم محد يسانم فيه لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي برأه الله وبرأه المخلوقات كلها مش الإنسان بس مثلا حتى الآن في ناث ملاحقون الكلام مثل ما يحدث الآن في الدلمار والنرويج لكن المشكلة أن المسلمين ضعفاء لأن الاحتياج مش كفاء مظاهرات مش كفاء الموقف الحقيقي هو التعبير الحقيقي عن مدى تأثرنا وتأزينا من هذه المواقف التي تطالعنا بها صحف الغرب من وقت لآخر فلا أقل من أننا نثبت لهم سيدي فيه واحدة سيدة واحدة سيدة واحدة فعلا زي ما تقولك فيه أحد المحالات الكبيرة وراح عملا ورا وتربيه للناس في السيدة بتاعتهم فاطعهم انتباتهم دلمارك واحدة سيدة 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 بيضة المفادة المفادة المقاردة عادي تأخذ سنين أنا مش فمفادة تأخذ لي أسبوع أسبوعين شهر 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 راحت محل زبر ملك الكبير كبيرة جيدة بتعبة كبيرة كبيرة شكرا كرفوق كرفوق محل بمعنى أكون هذا راح يخط كل واحد داخل في السمن بتاعه تربيه ورقة فيه في السمن قال لا تشتري منتجات الدماركية أنه أسار أنا ماكيه النرويجية وكل الدول ديك سيدة سيدة فاضلة لكن احنا منحنا ضعفاء ضعفاء مش عارف مشكلة ضعف صحيح ولا ضعف إيمان ولا ضعف إرادة ولا سلبنا الله نحمة قوة الإيمان اللي كان امتلنا بها علينا لكن يجب آل المسلمين أن يتنبه لأن هؤلاء بعضنا يقول لها بردود أفعال وإحنا مش بتاعردود أفعال طيب ما نحنا مش بتاعردود أفعال لكن مبادئ المثلا واجهنا بدون حياء بدون خجم وطعنا في الصميم في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي اعتقادنا فيه وفي قرآننا طب أبقى لنا به ما أبقى شيء فنحنا ما نماله المفروض نحنا ما نطلب منه شيء هذا هو وده إن نحنا في إفريقيا وعيد إخواننا في آسيا وعيد إخواننا في العالم العربي وإيه إخواننا المسلمين في كل مكان ما هو ما هو ما هو ما هي هي هو رد رده عن ما قالوا في الأيام لفي ناس من العلماء اللهم شايفين أنه من الضروري أن الإسلام لا يكمل إلا بموافقة الغرب عليه فعلمهم بأن الله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هذا النص لا ينسقه شيء ولا يزيله الليل ولا النقار هذا النص واضح وعندك مهما فعله أنهم لن يقبلونها وهم عندهم كذا يعني عينة عندما تمشي أسأل الرسميين يقولون لك لا والله الناس اللي عملت كده الملاحدة والعلمانيين نحن مال نشدها يقول يا أخي ما انت له قوانين لتحمي رؤساءك ورموزك عندما يتعد أحد على هؤلاء الرؤساء ورموزك انت بتعده فأقول ليه هل محمد عليه الصلاة والسلام بنبوته ورسالته وقرآنه وأمته وما جاء به من دين لا يستاهد أن يكون رمز من رموزك إنسانيا لا يستاهد أن يكون رمزا تحترمه وتعظمه أم كبيرة بلغت المليارات في الدنيا أليس من حق محمد صلى الله عليه وسلم أن يحوذي احترام بعض أتباعه من رؤساء الدول أنتم لا تستطيعون أن تهاجمون رئيسا من رؤساء هذه الدول أو ملكا من الملكات ولكن تتطاولون على النبي الأعظم الذي يدين هذا الرئيس أو ذاك الملك لكم بالكيمام بالولاد وقال الله orsha والله إذا كتب أن أعزم تهيخ نور غربي والله يا شيخ محمد أنا لا أسفقه فيه كل ما يقومون هم كدابين كل اللي بقولو ده مش قصدين وأنا صالح أن الإيمان لا يتغير من وقت الله سيدي واحد أهل المشايخ ده الله سبحانه وتعالى رد على ذلك منذ الأزم وقال إنا كفيناك المستهزئين يعني مرض المقرط مش مخلع وقال إنا كفيناك المستهزئين معك في زمنا أما هؤلاء المستهزئون فالذين يقفونهم هم مئنا لما بيستهزئوا بي نحنا فش بيستهزئوا بالنبي عزيز الله قد رفعه الله وأعزه هم منغوا أن يستهزئوا بالنبي لكن للسيذان يكون مجل إسلاقين نحنا كمسلمين أصبع الإسلام بطييا لكل جاهل أو كل واحد تظهروا يا إخوان لكم بسم الله الدعاء لأن الصدر أخير لأسر معك في زمنا ماشاء الله أمين أمين بسم الله ماشاء الله أمين أمين ماشاء الله أمين 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 ماشاء الله ماشاء الله